بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان الحياة السعيدة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن عنوان هذه الكلمة هو الحياة السعيدة أو الحياة الطيبة لا شك أن كل أحد يطلب الحياة السعيدة والحياة الطيبة ويريدها ولكن الشأن فيما يحقق هذا المطلب والأسباب التي تؤدي إليه هذا محل الاختلاف بين بني البشر فمن الناس من يرى أن الحياة السعيدة والحياة الطيبة أن ينال الإنسان من ملذات الدنيا وشهواتها وأن يُعقى ما يطلب من متع الحياة الدنيا يرى أن هذه هو الحياة السعيدة والحياة الطيبة ولذلك قال الله جل وعلا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق قال سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرف قال الله جل وعلا ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أو نبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد قال تعالى وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع وقال سبحانه وتعالى إن الذين لا يؤمنون بآياتنا ورضوا من حياة الدنيا واطمعنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحييتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله ربهم فهذا الصنف من الناس قاصر النظر لأنه قصر نظره على هذه الحياة وظن أنها هي مناط السعادة والحياة الطيبة في شهواتها ومتاعها فأغري بها وقصر همته عليها إما لأنه لا يؤمن بالآخرة وإما أنه يؤمن بها ولكن شغلته الدنيا عن العمل لها فالحاصل أن هذا خاسر وحياته تعيسة مهما أوتي من الأموال والمتع والملذات فإن هذا استدراج من الله ومتاع قليل ثم يعقبه حسرة حسرة دائمة قال تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون قال سبحانه أيحسبون أننا نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعروه فالدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من يحب وقال لو كانت الدنيا يساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء وكان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين وإمام المتقين كما تعلمون أنه صلى الله عليه وسلم كان يجوع حتى يربط الحجر على بطنه من الجوع وكان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه عليه الصلاة والسلام وكان يجاهد في سبيل الله ويجالد ويتعرض للأخطار وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أراد هذه الدنيا لا أعطاه الله فالله عرض عليه أن يجعله ملكا رسولا كداوود عليه السلام وسليمان عليه السلام ملكا رسولا أو أن يجعله رسولا ولا يكون ملكا فاختار أن يكون رسولا وقال أجوع يوما وأشبع يوما اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأن الدنيا متاع زايا وغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور مهما أوتي الإنسان منها فإنه إما أن يزول ويتركها وإما أن تزول وتتركه إنما الحياة الباقية والحياة الطيبة والحياة الدائمة هي الدار الآخر قال تعالى وما الحياة الدنيا إلا له وله وإن الدار الآخرة لهي الحيواء يعني الحياة الدائمة لو كانوا يعلمون هذا الصنف من الناس ولذلك تجد الدنيا أكبر همهم يرضون لها ويغضبون لها ويكتحون لها وينفدون أعمارهم في طلبها وأما الآخرة فإنهم في إعراض عنها أو قلة رغبة للعمل لها وإن كانوا يؤمنون بها ولهذا قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافل لا نقول إن الإنسان لا يطلب الرزق الإنسان لا يأكل مما رزقه الله الله جل وعلا قال وكلوا واشربوا ولا تسربوا إنه لا يحب المسربين قال سبحانه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباره والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون فلا بأس أن الإنسان يطلب الرزق الحلال ولا بأس أن الإنسان يتمتع بما رزقه الله من غير إسراف ومن غير مخيلة وأعلى من ذلك كله أن يستعين به على طاعة الله سبحانه وتعالى فيستعين بما رزقه الله على طاعة الله والدنيا مزرعة الآخر وهي مطية الآخر إنما الملوم هو الذي تكون الدنيا أكبر همه ولا ينظر إلا إلى الدنيا ولذلك هذا الصنف من الناس لا يبالي بالحلال والحرام لا يبالي من أين أخذ المال ومن أين اكتسبه من حلال أو حرام هذا هو وصاحب الدنيا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الخميصة تعيس عبد الخميلة إن يعطي رضي وإن لم يعطى سخط هذا جعل الدنيا مقلب وأكبر همه ظنًا منه أن السعادة في تحصيلها الشاعر يقول لعمرك ما السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد ولكن التقي هو السعيد تتقوى الله خير الزاد ذخرا وعند الله للأدقى مزيد هذا الصنف الصنف الثاني طلبوا خير الدنيا والآخرة لم يقتصر على طلب الدعاء للآخرة وإنما طلبوا خير الدنيا والآخرة ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فهم جمعوا في دعائهم أن يؤتيهم الله من خير الدنيا والآخرة هؤلاء هم أهل السعادة والله جل وعلا قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنخيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا والعمل الصالح هو ما اجتمع فيه شرطان الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل فلا يكون فيه شرك لا أكبر ولا أصعف فإن كان فيه شرك فإن الله لا يقبل ويرده على صاحبه كما في الحديث القدسي أن الله جل وعلا قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه وفي رواية فهو للذي أشرك وأنا منه بريء هذا الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وصلى فلا يكن فيه بدعة ولا خرافة وإنما يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون عملا صالح فإن كان مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عمل باطل ومردود قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ما ليس منه أحدثه هو ولم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان يستحسنه ويرى أنه خير وأنه لا هو شر أن أحدث بأمرنا هذا يعني هذا الدين ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد حتى ولو لم يحدثه هو لكنه عمل به أحدثه غيره فعمل به فهو مردود عليه سواء هو الذي أحدثه أو أحدثه غيره واقتدابه وتوارثه مع المبتدعة فإن هذا مردود لا ينفع صاحبه مهما أتعب نفسه فيه وهذا من الشرطان الإخلاص والمتابعة هما معنى أو من معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فمعنى لا إله إلا الله أن تخلص له العمل وتترك عبادة ما سواه ومعنى أشهد أن محمدا رسول الله أن تقر برسالته وأن تطيعه فيما أمر وتترك ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم ويجمع هذين الشرطين أوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله ومحسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحجن أسلم وجهه لله هذا الإخلاص وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم فإذا كان العمل موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه ليس خالصا لله فهو مردود وكذلك العكس إذا كان العمل خالصا لله لكنه مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود أيضا ولهذا قال جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أيكم أحسن عملا ولم يقل أيكم أكثر عملا لأن العبرة ليست بالكثرة العبرة بالخسن أن يكون العمل حسنا أيكم أحسن عملا إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا لم يقل أيهم أكثر عملا الكثير إذا لم يكن حسنا فهو مردود أيكم أحسن عملا قال سئل الفضين بالعياب رحمه الله قيل يا أبا علي ما أحسن أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوضه فإن العمل إذا كان فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا بهذين الشرقين فهؤلاء الصفرها المختارة هم الذين عرفوا قدر الحياة الدنيا وعرفوا أنها دار ممر وأنها مزرعة للآخرة فاستغلوها في طاعة الله عز وجل قال الشاعر إن لله عبادا فطن طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما رأوها لجة جعلوا صالح الأعمال فيها سفن هذه الدنيا وقال صلى الله عليه وسلم ما لي وللد دنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال تحت ظل دوحة قال يعني وقت القيلولة جلس تحت شجرة يستظل ويستريح فيها وسط النهار ثم ذهب وتركها فالدنيا كذلك ليست دار قرار الله جل وعلا قال وإن الآخرة لهي دار القرار يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع يقول مؤمن آل فرعون يقول لقوم يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة لهي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو ونثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب هؤلاء 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 السعداء الذين عملوا الأعمال الصالحة والأعمال الصالحة محلها هذه الدنيا الآخرة ما فيها عمل ما فيها الجزاء ولذلك الكفار يتمنون إذا دخلوا النار يتمنون أنهم يعودون للدنيا من أجل أن يعملوا صالحا بل إذا حضر أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت فهم إذا عاين اليقين عاين الحقيقة عرفوا أنهم خسروا فيتمنون الرجوع ولن يرجعوا إلى الدنيا هذا محال فمحل العمل هو هذه الدنيا إذا فاتت كالدنيا ولم تعمل فيها فاتت كالآخر فتكون ممن خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين من عمل صالحا من ذكر أو أنثى لم يفرق الله بين الذكر والأنثى في الجزاء ولم يفرق بينهم في الأعمال الذكر والأنثى سوى إنما يفترق الذكر والأنثى في بعض الأحكام التي لا تنطبق على الأنثى فجعل للرجال أعمالا وصفات تنطبق عليهم وتريق بهم وجعل للنساء أعمال دنيوية أعمال الدنيا للنساء أعمال خاصة بهن فلا الرجال يتولون أعمال النساء ولا النساء تتولى أعمال الرجال في الدنيا أما العمل للآخرة فكلهم سوى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن بهذا الشرط لأن المنافق يعمل لكن غير مؤمن فعمله مردود وفي الدرك الأسفل من النار لأنه يتظاهر بالأعمال وإذا لقوكم قالوا آمنا تظاهر بالأعمال وصل وصوم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لأجل أن يسلم على دمه وماله ويعيش مع الناس ولكنه لا يؤمن في قلبه ولهذا قال وهو مؤمن بهذا القيق من عمل صالحا من نكر أو أنزى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هذا في الدنيا يحيى حياة طيبة لذيذة مطمئن للقلب مطمئن للقلب ولهذا تجدون أهل الطاعة من ألذ الناس حياة وأوفرهم راحة لأن الراحة راحة القلوب ما هي راحة الأبدان راحة القلوب فهم مرتاحون في قلوبهم يعيشون بذكر الله ويتنعمون بذكر الله عز وجل ما هم تنعمون بالشهوات والملذات والنزهات لا يتنعمون بذكر الله هو نعيمهم ولهذا يقول بعضهم إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنهم لفي عيش الطي لما يجدونه من الراحة والطمانين واللذة لذة العبادة ولذة الذكر في هذه الحياة بينما الكفار ولو أعطوا الدنيا كلها والملذات كلها فإنهم في شقاء وعناء لأن قلوبهم مستوحشة والعياذ بالله قلوبهم مستوحشة ووجوههم مسودة أما المؤمن فإنه يحيى حياة طيبة في هذه الدنيا حياة طيبة على الإيمان وذكر الله عز وجل يتلذذ بالطاعة ويأنس بالعبادة ولها ليقول الآخر أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أحلى ما فيها قيل وما أحلى ما فيها قال ذكر الله عز وجل هذا أحلى ما في الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أحلى ما فيها هذا حرمان والعيال بالله فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا بالعبادة والذكر وطاعة الله عز وجل والطمأنينة والإيمان والنور ثم في الآخرة ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون يدخلون الجنة ويتنعمون فيها نعيما دائما لا ينقطع كما يكون في الدنيا ولا يخافون من عدو ولا يخافون من مرض ولا يخافون من موت ولا يخافون من هرم ولا يخافون من فقر ولا يخافون من حاجة أبدا آمنون وهم في الغرفات آمنون ادخلوها بسلام آمنين ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون هذه هي الحياة الطيبة ولكنها تحتاج إلى إيمان تحتاج إلى علم وبصيرة وتحتاج إلى صبر وثبات حتى يطمئن الإنسان فلا تزحزحه العواصف لا تزحزحه العواصف والفتن بل يكون ثابتاً ويكونوا إخوةً إخوةً على سرر متقابلين ليس في قلوبهم غل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين هكذا أهل الجنة وهذا هو هي الحياة الطيبة والحياة السعيدة فإذا كنت تريد الحياة الطيبة والحياة السعيدة فعليك بالعمل الصالح ما دمت على قيد الحياة لا تشغل في الدنيا بملذاتها وشهواتها وأطماعها بل اطلب من الدنيا ما يعينك على طلب الآخرة ولا تنشغل بالدنيا وتكون الدنيا هي أكبر أهمك خذ منها ما يكفيك ويعينك على طاعة الله سبحانه واجعل وقتك وحياتك للعمل الصالح والله جل وعلا أمرنا بطلب الرزق وأمرنا بالعبادة فقال جل وعلا فابتروا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع لا لكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتعوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحوا قال إلا نودي للصلاة من يوم الجمعة أما قبل النداء فاطلب الرزق في السوق في المتجر في المزرعة في الوظيفة في أي مكان اطلب الرزق فإلى أدن المؤذن اترك الشغل للدنيا واذهب إلى المسجد فإلى قضية الصلاة فلا تجلس في المسجد تترك طلب الرزق لا تجلس في المسجد تترك طلب الرزق الحلال فإلى قضية الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله يعني الرزق واذكروا الله كثيرا لا يكون أيضا طلب الرزق شاغلا لك عن ذكر الله بل اطلب الرزق واذكر ربك بالتسبيح والتهليل والتكبير فتجمع بين الحسنيين واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون هذا فيه أن المسلم يعمل لدنياه ويعمل لآخرته لكنه لا يطغى عمل الدنيا على عمل الآخرة ولا يطغى عمل الآخرة على عمل الدنيا بل يوازن بينهما فيجعل لهذا وقتا ولهذا وقتا آخر وفي الآية الأخرى قال الله جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبحوا له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإيقام الصلاة وإيثاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لم يقل لا يبيعون ولا يشترون بل قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع أتل على أنهم يتاجرون ويبيعون ويشترون لكن إذا أذن المؤذن أوقفوا العمل وأقبلوا على الصلاة فإذا فرعوا من الصلاة عادوا لطلب الرزق وجد من الأسقياء الآن من يقول ليه تغلق الدكاكين وقت الصلاة ليش يتعطل الأعمال وقت الصلاة ولا يقرأ هذه الآية أو هذه الآيات في أنه إذا جاء وقت الصلاة يجب تعطيل الأعمال وإيقاف الأعمال والإقبال على الصلاة فإذا انتهت الصلاة فيرجع كل عامل إلى عمله فيجمع بين خيري الدنيا والآخرة فلنحيينه حياة طيبة هذا جزاء في الدنيا ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون في الآخرة فالدنيا دار عمل من أفلس من العمل في الدنيا أفلس في الآخرة من الجزاء ومن عمل صالحا في الدنيا نال الجزاء في الآخرة فجمع الله له حسنة الدنيا وحسنة الآخرة وكان من الذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هؤلاء هم السعداء وقد قال الله جل وعلا في آية أخرى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله هؤلاء أولياء الله أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم مما هم مقبلون عليه من أمور الآخرة من القبر وما بعده لا خوف عليهم هذا تطمين لهم ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا أو يحزنون على أولادهم وذرياتهم التي تركوها خوف عليهم من الفقر الله تكفل لهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الدنيا والآخرة لكن من هم هذه الحياة السعيدة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذه هي الحياة السعيدة فالحياة السعيدة هي التي لا خوف فيها ولا حزن وين هي؟ بيّنها الله في قوله الذين آمنوا وكانوا يتقون فمن عزق الإيمان والتقوى لله فهذا من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا بالله ورسله وكتبه الذين آمنوا بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر وآمنوا بالقدر خيره وشره وأدوا الأعمال الصالحة لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصير هذا هو الإيمان الذين آمنوا فجمعوا بين أركان الإيمان في القلوب وأركان الإيمان على الجوارح جمعوا بين الإسلام والإيمان الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فلا بد من الجمع بين الإسلام والإيمان هؤلاء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون يتخذون وقاية من غضب الله يتقون يعني يتخذون وقاية من غضب الله وعذابه وما هي الوقاية هل هي الدروع والحصون والجنود لا أو الثياب لا الوقاية العمل الصالح الوقاية العمل الصالح فتقوى الله أن تعمل بقاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف من عقاب الله هذه هي التقوى سمي التقوى لأنها تقيك من غضب الله وتقيك من العذاب هذه هي التقوى الذين آمنوا وكانوا يتقون ما هي حياتهم قال لهم البشرى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخر يبشرهم الله جل وعلا بالجنة والنعيم المقيم في الدنيا وفي الآخرة يبشرهم بالجنة والنعيم المقيم لهم البشرى في الحياة الدنيا شوف هذه الحياة السعيدة لهم البشرى فهم مستبشرون فريحون بنعمة الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل بفضل الله بدين الإسلام وبرحمته القرآن فبذلك فليفرحوا هو خير من الدنيا خير مما يجمعون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله الله جل وعلا إذا قال قولا فلابد من وقوعه لا يبدل ولا يغير لا يبدل إذا وعد فإنه لا يغير وعده ولا يخلف وعده سبحانه أما إذا توعد فإنه قد يعفو وقد ينفذ الوعيد قد يعفو عن المسلم ويغفر له ذنوبه وقد يعذبه بها وإني وإن أوعدته أو وعدته فإني وإن أوعدته يعني هذا الوعيد أو وعدته هذا الوعيد لمخلف إعادي يعني الوعيد ومنجز موعدي هذا الوعد فالله جل وعلا لا يخلف وعده إذا وعد مسلما بالجنة وعده بالخير وهذا المسلم وفى لله عز وجل مستقام فإن الله لا يخلف وعده يعطيهما وعده أما إذا توعد العاصي الذي معصيته دون الشرك فهذا قد يخلف الله وعيده وقد يغفر له ويمحو عنه سيياته فضلا منه وإحسانه الحاصل أن الحياة السعيدة ليست بكثرة الأموال وغفرة الرزق والمظاهر البراقة ليست بالملذات والشهوات وإنما السعادة والحياة السعيدة لتقوى الله والعمل الصالح وفعل الخير واستغلال الحياة الدنيا فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى فإن الموعد قريب والأجل سينتهي وعليك أن تتذكر هذا فلا تغرّت الحياة الدنيا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن وعد الله حق فلا تغرّنكم الحياة الدنيا ولا يغرّنكم بالله الغرور الحياة الدنيا عرفناها لكن الغرور ما هو الشيطان لعنه الله غرور كثير الغرر لبني آدم يخدعهم ويشغلهم عن طاعة الله عز وجل فلا تغتر بوساوس الشيطان وتخذيل الشيطان وإرجافه وليس المراد الشيطان الجن فقط هناك شياطين الإنس أيضا وهم دعاة السوء ودعاة الظلال فلا تلتفت إليه الشيطان وجنوده احذر الشيطان وجنوده من الجن والإنس وكن مع الملائكة ومع الرسل ومع المؤمنين قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة كذلك يحسب بعض الناس أن الحياة السعيدة أن يوفر في بيته الفضائيات المرئية والمسموعة ويستمع الهالة ويستمع الهالة ويروح عليه الوقت ويسمع من الشر أكثر مما يسمع من الخير أو لا يسمع الخير أبدا ولا ينظر في الخير وإنما يسمع الشر وينظر إلى الشر فيعتبر هذا أنه من الحياة السعيدة وهو الدمار والخراب والعياذ بالله ودعاة الضلال غزوا المسلمين في هذه الوسائل فعلينا أن نتنبه لها لأن لا تكون حياتنا تعسة حياتنا شقية لأن هذه الأمور تقلب الحياة من السعادة إلى الشقاوة ومن الخير إلى الشر وهذا ما يريده الشيطان وأعوانه فعلينا أن نحنر من هذه الأمور ونشتغل بذكر الله ونعمر بيوتنا بطاعة الله ونربي أولادنا ونساءنا على طاعة الله يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائفة ضلال شداد لا يعصون الله ما عمرهم ويفعلون ما يؤمرون فنزِّه بيتك وطهِّر محلَّك من هذه الوسائل الشريرة التي تدعوك إلى النار الشيطان وأعوانه يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه فهم يدعون إلى النار بأعمالهم ودعاياتهم والله جل وعلا يدعو إلى الجنة فمن تذهب مع دعوة الكفار والشياطين أو مع دعوة الله سبحانه وتعالى اختر لنفسك ما دمت تدعي أنك عاقل وأنك مفكر وأنك كامل التصرف انظر لنفسك هل أنت تجيب دعوة الله أو تجيب دعوة الشيطان تذهب إلى المسارح وإلى المراقص وإلى دور الشر أو تذهب إلى المساجد وإلى بيوت الله عز وجل انظر انظر نفسك أيها المسلم ففي يوم القيامة في يوم القيامة تعطى كتابك تعطى كتابك الذي أمليته في هذه الدنيا من خير أو شر وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ظل فإنما يظل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا نعم بعث الله الرسول وأنزل الكتاب وبلغ البلاغ المبين قامت علينا الحجة فلننظر في أعمالنا يا عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملوا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون نفعنا الله وإياكم بهدي كتابه واتباع رسوله وجعل حياتنا حياة طيبة سعيدة بطاعته والإيمان به واتباع رسوله ووقعنا الله وإياكم شر الحياة التعيسة النكدة الخاسرة صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين شكر الله لقبيلتكم على هذه الزلمات القيمة وجاء الآن دور الأسئلة السؤال الأول يقول فضيلة الشيخ وجدت في الآونة الأخيرة كثير من شركات التأميم وأعلنت عن المساهمة في أسهمها فما رأي فضيلتكم في ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن اتقى الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله فبين صلى الله عليه وسلم أن الحلال بين فالحلال يؤخذ وبين أن الحرام بين وما حرمه الله ورسوله الحرام يترك وأما المشتبه الذي لا يدرى هل هو حلال أو حرام فإنه يجتنب حتى يتبين أمره من باب الاحتياط من باب الاحتياط وتجنب الشبهة لا يسلم المؤمن إلا إلا جعل هذا الحديث ميزاناً له ومنهجاً له يسير عليه في مكاسبه وتجارته وطلبه للعزب والتأمين يجمع أموراً باطلة يجمع الربا ويجمع القمار والميسر ويجمع الغرر ويجمع أكل أموال الناس بالباطل فعليك أن تتجنبه تأمين التجاري كله حرام قد صدرت فيه قرارات من هيئة كبار العلماء لتحريمه فعلينا أن نتجنبه وأن نتوكل على الله ونطلب الحلال والرزق من فضله ولا نعتمد على هذه الشركات التي كثرت دعاياتها وإغراءاتها لا تغركم هذه الدعايات وهذه الأمور اطلبوا الرزق الحلال الواضح البين وتجنبوا المشتبه حتى تسلم لكم ذمتكم ويطيب لكم عيشكم وتكونون من السعدة في هذه الحياة وفي الآخرة نعم تقول السائل يتساهل كثير من الآباء في إيقاض أبنائهم لصلاة الحجر رغم أنهم من البالغين وقودها النار وقودها الناس والحجار وقال النبي صلى الله عليه وسلم والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم للمضاجع أنت المسؤول أنت وأمهم أنتم المسؤولون عن الأولاد لا تخرج وهم ليام على فرشهم إن كانوا صغارا أو مراهقين عليك بضربهم حتى يصلوا وإن كانوا كبارا بالغين وتمردوا عن الصلاة فأخرجهم من بيتك ولا تتركهم يسكنون معك لأنهم أصبحوا بالغين ويتصرفون لأنفسهم يدبرون أمورهم تسلم أنت من شرهم نعم يقول السائل أنا رجل أمن وحيانا نقبل على أشخاص معهم مخدرات أو هم أشخاص مطلوبين في طبايا مخدرات فيشير علينا بعض الزملاء أن نخلي سبيلهم بحجة أن الله عز وجل بحجة لعل الله أن يهديهم فهل يجوز هذا العمل؟ هذا خيانة والعياب بالله إذا مسكتم المجرم الذي ينشر الشر في المجتمع فلا تطلقوه إذا أطلقتموه شجعتموه على الإجرام على نشر الشر وتجرأ غيره والأمانة تقتضي أنكم إذا أمسكتموه أنكم تسلمونه للسلقة لأن هذا عملكم فهذا الذي يقول هذا الكلام لا مما جاهل وإما مخذل ألا تلتفت إليه؟ نعم تقول السائلة ما حكم تشقيل الحواجب أو أخذ شيء منه؟ الحواجب يجب تركها وعدم العبث فيها كما خلقها الله فإن غيرت منها شيء فهي من المغيرات لخلق الله الذي تسفل الشيطان أن يأمر بني آدم به ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله فالمرأة تتق الله وتترك حواجبها لا تعبذ فيها لا بتشقير ولا بنتف ولا بحلق ولا بغير ذلك تتركها على خلقتها وهي جميلة ولله الحمد الحواجب جميلة ما فيها تشويه ولا تشويش نعم يقول السائل ما توجيهكم لمن يتأخر عن الاتيان من المسجد إلا مع الإقامة أو بعدها هذا محروم هذا محروم المفروض أنه يتقدم للمسجد ويأدي تحية المسجد ويجلس يذكر الله أو يقرأ القرآن وينتظر الصلاة ويكون مع المرابطين في سبيل الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباق فذلكم الرباق فينتظر الصلاة ليحصل على الأجر والمسلم في صلاة ما دام ينتظر الصلاة فإنه في صلاة يعني يكتب له أجر المصلي وهو جالس فلماذا تحرم نفسك من هذا الخير وتبقى إلى أن تقام الصلاة في المرة الأولى تبقى إلى أن تقام الصلاة في المرة الثانية تبقى إلى أن يذهب أول الصلاة في المرة الثالثة تبقى إلى أن يجلس الإمام للتشهد الأخير في المرة الرابعة تبقى إلى أن تفوت الصلاة لا تفتح لنفسك باب الكسل والتأخر بادل إلى الصلاة يا أخي نعم يقول الساغل ما حكم القصر والجمع في مسافة تزيد على ثمانين كيلو مع العلم أننا رجعنا في نفس اليوم نعم في الذهاب والرجوع إذا كنتم تعلمون أن المسافة تبلغ ثمانين كيلو فأكثر ففي الذهاب والمجي تقصرنا الصلاة وتجمعون لأن هذا سفر نعم يقول الساغل ما حكم استعمال حقن تزيد آثارا كبر عن الوجه تصنع حقن عبر تزين الوجه وتزيل آثار الكبر الكبر ما هو بزايل الكبر ما هو بزايل ولو تصنعت ذماير كبير كبير لكن عليك بتقوى الله عز وجل والعمل الصالح وهو سؤال الله حسن الخاتمة أما الكبر ما هو زايل لو عملت ما عملت لو سوت لحيك بالسواب لو غربت الإبارة اللي تزيل الآثار الكبر هو ما يزول نعم يقول الساغل هل تسقط فاتحة الكتاب عن المهمومين في الصلاة الجهرية ألح وطنهم يقرأونها إذا تمكنوا أما إذا لم يتمكنوا فتكفي قراءة الإمام نعم يقول السائل كان عندي خدم وقد سافروا وبقي لدي وبقي لدي مبالغ لهم ولا أعرف عنوانا لهم فبماذا أتصرف تنتظر حتى يطلبوا منك هذه المبالغ إما أن يحضروا ويقلوها أو يطلبونها من طريق مندوب لهم يأتي أو من طريق البنك فأنت تنتظر حتى يطلبوها هم تكون أمانة عندك نعم يقول السائل فضيلة الشيخ كثر في الآونة الأخيرة الشعراء الذين يتعصدون لقبائلهم ويشيدون بهم ويشيدون بها ويعيبون على القبائل الأخرى فما نصيحتكم لهؤلاء هذا لا يجوز لا يجوز انتقاص الناس انتقاص القبائل الأخرى يا أيها الذين آمنوا لا يصحر قوم من قوم عسى يكون خيرا منهم لا يجوز تنقص الناس أنك تنبح قبيلك من غير افتخاب لا بس أما أنك تتنقص الآخرين الأمر لا يجوز نعم نعم تقول السائل توفي زوجي وأنا حامل ولدي مواشي ليس هناك من فهل يجوز لي الخروج لرعايتها إذا لم تقدر على جعل راعي يرعاها لا بس من الخروج للحاجة كن في النهار كن في النهار خاصة نعم وأما في الليل فتبيتين في المنزل الذي توفي الزوج وأنت فيه نعم يقول السائل ما حكم الأناشيد الإسلامية التي يكون فيها مؤثرات صوتية وما رأيكم في من يمتهن الإنشاد الأناشيد نوع من الأغاني والأغاني حرام إذا كنت تريد الموعظة وتريد التذكير عليك بذكر الله تلاوة القرآن والسماع للتسجيلات القرآن والاستماع للمواعظ والمحاضرات والخطب أما الأناشيد فهي من الأغاني نوع من الأغاني تلذب بها السامع لا أقل ولا أكثر نعم يقول السائل هل يجوز أداء صلاة ذوات الأسباب أو صلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي هذا محل خلاف لا ينكر على من فعلها ولا ينكر على من تركها لأن كل واحد من الفريقين له وجهة نظر فلا ينكرها على مع أن تحية المسجد ما هي الثريضة هو سنة من أتابها الحمد لله ومن تركها فلا حرج عليه نعم تقول السائل ما حكم لبس العدسات اللاصقة للنساء لغرض الزينة لغرض الزينة لغرض الزينة لا أنها لا حاجة إليها أما إذا كان لبس العدسات لحاجة إما لضعف البصر وإما لكون العين معيبة أتريد أن تزيل هذا العيب هلا بأس بذلك لبسها للحاجة لا بأس أما لبسها للزينة فقط لا نعم يقول السائل لقد اشتريت أرهم بالتقصيد منذ خمس سنوات ولم تنتهي الأقصاط بعد وأنا متردد في البيع والبناء وهذا يتوقف على السعر فاهل فيها زكاة ما دمت مترددا بين البيع وترك البيع فليس فيها شيء إنما تكون فيها الزكاة إذا عزمت على بيعها ومضى عليها سنة فتجد فيها الزكاة نعم يقول السائل عندي أخ لا يصلي ويتعاطى المخدرات فماذا أفعل به وهل يجوز لي أن أمكنه من السكن في بيتي لا ما دام أنه يتعاطى المخدرات ولا يصلي فلا تتركه في بيتك إسلم من شره إسلم من شره وأبعده عن بيتك لأن لا يخرج بقية أولادك أو من يسكن في بيتك نعم يقول السائل ما معنى حديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ نعم المراد بالغبن هنا الغبن المستحب وهو التمني تمني أن تنال مثل ما عنده أخيك من الصحة أو ما عنده من الفراغ من الشواغل لكن بعض الناس يغبن في هذه الأشياء فتضيع عليه مغبون يعني تضيع عليه هذه تضيع عليه هذه الآتان النعمتان فلا يستغل صحته في طاعة الله وعبادة الله ولا يستغل وقته ووقت الفراغ أيضا في عبادة الله وما ينفعه وإنما يضيع هاتين النعمتين ويخسرهما نعم يعني محل غبطة الغبن المراد به الغبطة نعم يقول السائل ما حكم حضور مباريات بياضية أو مشاهدتها لا خير فيها ولا فائدة فيها إلا ضياع الوقت فالأحسن أن تصرف نفسك عنها تشتغل فيما فيه فائدة لدينك ودنياك نعم يقول السائل لدي صيام يوم لدي صيام يومين مع الإقعام كيف الطريقة للإقعام وهل تخرج يوم بيومه أو مرة واحدة أو بلازم تخرج جميع لو أخرجتها متفرقة أو مجتمعة أو مع الصيام أو بعد الصيام أو قبلها لا معنى عن ذلك الأمر واسع نعم تقول السائل أنا متزوجة من رجل لا يصلي في المسجد وهو يسمع النداء هذا تارك لواجب تارك لواجب لكن ما دام يصلي ولو في البيت صلاته صحيحة لكنه تارك لواجب يأثم عليه فعليك بمناصحته والاكثار عليه لعل الله أن يذيعه نعم تقول السائل ما حكم صبغ الشعر للنساء كان للزينة والمرأة متزوجة الشعر السليم لون أسوت لا يجوز تغييره إلى لون آخر لأن هذا من تغيير خلق الله من غير حاجة يبقى على أصله على جماله الخلقي وهو السوات أما إذا كان الشعر مشوها أو فيه شيب شعر فيه شيب فيغير لكن بغير السوات السوات لا يجوز أبدا قال صلى الله عليه وسلم غيرها للشيب وجنبوه السوات أي غير بلون غير السوات نعم يقول السائل هل البيض والشراء محرم بعد أذاني أول من يوم الجمعة المراد الأذاني الثاني الذي عند حضور الخطيب هذا المراد إذا نودي للصلاة لأن الذي يتأخر إلى مع الأذاني الثاني تفوته صلاة الجمعة أو تفوته الخطبة الخطبة مطلوب الحضور أسعوا إلى ذكر الله ذكر الله هو الخطبة مطلوب الحضور فالأذاني الثاني هو الذي يحرم البيع أما الأذاني الأول فهذا حث على التبكير للصلاة فلو باعوا شراء بعده لا بس الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على ربينا محمد وعلى آله وصلاة